اشتركوا في القناة ماذا يقول كأني بالقصور وقد شيدت حول قبر الحسين وكأني بالاسواق قد حفت حول قبره من كل مكان تحيط به واعتقد هذا الوصف الان ينطبق بشكل قوي جدا فلا تذهبوا الايام والليالي حتى يسار اليه من الافاق من كل مكان هذا الوصف لا ينطبق الا في هذه السنوات الاخيرة خصوصا في زيارة الاربعين او في الزيارة الشعبانية يسار اليه من الافاق من الافاق يعني من مختلف الاسقاع والامكنة يسار اليه من كل مكان في العراق ومن خارج العراق كأني بالقصور وقد شيدت حول قبر الحسين وكأني بالاسواق قد حفت حول قبره فلا تذهبوا الايام والليالي حتى يسار اليه من الافاق وذلك عند انقطاع ملك بني مروان يعني الفترة الاموية المروانية الروايات حدثتنا عن انتهاء الفترة الاموية المروانية وتأتي بعدها الفترة العباسية وبعد الفترة العباسية يأتي امام زماننا بالمجمل مضامين الرواية لا تنطبق بشكل واضح وصريح الا على زماننا هذا وخصوصا بعد سقوط النظام البعثي الصدامي يسار اليه من الافاق يسار الي الحسين متى كانت هذه الحالة في السابق ولا تذهبوا الليالي والايام حتى يسار اليه من الافاق وذلك عند انقطاع ملك بني مروان وانقطع ملك بني مروان في العراق وسارت الناس من الافاق الى الحسين ونحن بانتظار البقية هذا هو الجزء الثالث من عنواننا المتقدم في الحلقتين الماضيتين الكفالة الحسينية لا اريد ان اعيد ما تقدم من كلام في الحلقتين الماضيتين وانما سابدأ من حيث انتهيت في الحلقة المتقدمة وصلت معكم الى نقطة مهمة جدا ترتبط بمنزلة العقيلة زينب صلوات الله عليها وقلت وانا اتحدث عن الكفالة الحسينية من ان الكفيل الاصل هو الحسين والعباس وجه الحسين العباس اذا كان كفيلا فان كفالته بالتفرع لان الكفالة الاصل هي كفالة الحسين وكفالة العباس انما هي للشيعة وليست للعقيلة زينب العقيلة زينب اعلى منزلة من منزلة ابو الفضل فلن يكون كفيلا لها بمعنى الكفالة الدينية والعقائدية اما الكفالة العرفية والاجتماعية ان يرعى شأن اخته فهذه ما هي بمنزلة وانما هي حالة اخلاقية واخلاق العباسي اسمى من ان تأخذ عليه العهود ان يرعى شؤون اخته العقيلة بنت امير المؤمنين وابنت الصديقة الكبرى مر هذا الكلام علينا في الحلقتين الماضيتين لكنني اردت ان ابين لكم جانبا مما ندركه من علوي منزلة العقيلة زينب تناولت ما يرتبط بالمصطلحات التي تصف مراتب الامان الصديقون الشهداء الصالحون وهكذا وقلت من ان المصطلحات هذه لها دلالة خاصة حين نستعملها في اجواء الامة المعصومين الاربعة عشر دلالتها خاصة بهم ومنقطعة عن دلالتها حينما نستعملها مع شيعتهم والعقيلة من شيعتهم والعباس من شيعتهم وهكذا فتلك الدلالة الاخص حينما نستعمل هذه العناوين في اجواء شيعتهم فهناك الدلالة الخاصة حينما نستعملها في اجواء العقيلة زين في اجواء ابل فضل العباس وهكذا وهي دلالة منقطعة عن الدلالة بالمعنى العام حينما نستعملها بخصوصنا الآية التاسعة بعد العاشرة من سورة الحديد يمكن أن تنطبق علي وعليكم والذين آمنوا بالله ورسله نحن نحن آمنا بالله ورسله قطعا بحسبنا فأنا آمنت بحسبي وأنتم آمنتم كل شخص منكم بحسبه أيضا والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم فأنا صديق وأنتم صديقون ولكن بحسبنا فحينما نصف أنفسنا وفقا لهذه الآية بالصديقين دلالة الصديقية هنا تختلف اختلافا كاملا عن دلالة الصديقية حينما نصف العقيلة بها وحينما نصف العباس بها وحينما نصف العقيلة بالصديقية والعباس كذلك فإن دلالة الصديقية في هذا المقام تختلف اختلافا كاملا عن الصدقية حينما نتحدث عنها وبها في أجواء الأئمة المعصومين الأربعة عشر حينما نذهب إلى سورة النساء وفي الآية التاسعة والستين بعد البسملة ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصدقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق الآية تتحدث عن مستوى عال من طاعة الله ورسوله فهنا الصدقية بالمعنى الخاص والشهادة كذلك والصلاح كذلك هذا الكلام مر علينا في الحلقة المتقدمة لا أريد أن أعيده وإنما جئتكم بمثال فيما يرتبط بالحمزة بالحمزة أسد الله وأسد رسوله وبالطيار جعفر صلوات الله عليهما فالحمزة فالحمزة صديق والطيار صديق لكن المنزلة الظاهرة لهم في أحاديث العترة الطاهرة هما الشاهدان للأنبياء قرأت عليكم ما جاء في الجزء الثامن من الكهف الشريف وطبعة طبعة دار التعارف للمطبوعات بيروت لبنان صفحة ميتين وثلاثة عش رقم الحديث ثلاثمية واثنين وتسعين بسنده بسند الكوليني عن يوسف ابن أبي سعيد عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه الحديث فيه تفصيل عن موقف نوحن النبي في يوم القيامة أذهب إلى موطن الشاهد فقال أبو عبد الله إمامنا الصادق صلوات الله عليه فجعفر وحمزة هما الشاهدان للأنبياء بما بله هذا يعني أن منزلة الحمزة وجعفر أعلى من منزلة الأنبياء وما هما بنبيين وإنما هما من الصديقين من الشهداء من الصالحين المراد من الشهداء ليس الذين قتلوا في المعارك والحمزة شهيد من شهداء المعارك وكذا الطيار جعفر لكن الحديث عن الشهادة هنا حديث عن منزلة أعلى إنها الشهادة على الخلائق وهنا حمزة وجعفر شاهدان للأنبياء فقال أبو عبد الله فجعفر وحمزة هما الشاهدان للأنبياء بما بلغوا فقلت الذي يتحدث هنا هو الراوي يوسف ابن أبي سعيد فقلت جعلت في داك فعلي أينه ألا يشهد للأنبياء فقال هو أعظم منزلة من ذلك وعلي صديق أيضا نحن نصفه بهذا الوصف فصديقية أمير المؤمنين شيء وصديقية حمزة وجعفر وأمثالهما شيء آخر وصديقية التي نصف بها نحن الذين آمنا بمحمد وآل محمد شيء آخر الرواية واضحة جدا الصادق صلوات الله عليه يقول فجعفر وحمزة هما الشاهدان للأنبياء بما بلغوا فقلت يوسف ابن أبي سعيد هو الذي يقول جعلت في ذاك فعلي أينه علي صديق وعلي شهيد شاهد للأنبياء وغير الأنبياء وعلي سيد صالحين وإمامهم فعلي أينه فقال هو أعظم منزلة من ذلك فهذه العناوين صديق شهيد صالح حينما نستعملها عند فناء علي لها دلالة تختلف عن دلالتها حينما نستعملها عند فناء حمزة وجعفر وحينما نستعملها في أجواء نحن فدلالتها ستكون مختلفة أيضا بحسبنا هذه حقيقة لابد أن ندركها حينما نتعامل مع حديث أهل البيت وهذا جزء من أسرار معاريض كلامهم وجزء من مختصات لحن قولهم وحديثهم العباس صلوات الله وسلامه عليه صديق والعباس شهيد والعباس صالح وهذه الأوصاف تنطبق على عقيلة بن هاشم فهي صديقة وهي شهيدة من الشهادة على الخلق التي هي أعلى منزلة من الشهادة في المعارك وهي صالحة وسيدة الصالحات لكن منزلة العقيلة في هذه العناوين أعلى من منزلة العباس في هذه العناوين نذهب إلى فاصل موسيقى موسيقى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة كل يوم نشاهد هالحالة من يقصد محتاج يرجع والبسمة على شفافه يرجع لابستاج كل يوم نشاهد هالحالة من يقصد محتاج يرجع والبسمة على شفافه يرجع لابستاج لقين الحل ولا نقبل لقين ما شاء الله نعشد نعشك ثاني ويار لا والله نعشك ثاني ويار يحسين يحسين اول ما حبينا الله سدينا الباب وما نقبل عهد ويظل عهد يا الله يا الله رواية عن ابن عباس بصدد الآية من سورة الحديث التي قرأتها عليكم قبل قليل والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم مثل هذه المضامين فإن ابن عباس يرويها عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه أقرأ عليكم من الجزء الثالث من مناقب آل أبي طالب لابن شهر شوبل مازندراني من علماء الشيعة المعروفين المتوفى سنة خمسمية وثمانية وثمانين للهجرة وهذه الطبعة طبعة دار الأضواء بيروت لبنان الطبعة الثانية ألف أربعمية واثنعش هجري قمري صفحة مية وثمانية عن ابن عباس في قوله تعالى والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون قال صديق هذه الأمة علي بن أبي طالب هو الصديق الأكبر والفاروق الأعظم ثم قال والشهداء عند ربهم قال ابن عباس وهم علي وحمزة وجعفر فهم صديقون وهم شهداء الرسل على أممهم قد بلغوا الرسالة ثم قال لهم أجرهم عند ربهم على التصديق بالنبوة ونورهم على الصراط موطن الشاهد هنا علي هو الصديق الأكبر وبعد ذلك جاء وصف علي وحمزة وجعفر فهم صديقون قطعا نحن لا نقايس حمزة وجعفر بأمير المؤمنين لا وجه للمقايسة مع علو شأنهما فهما من شعته لكن هذا الاستعمال يأتي بسبب ضيق اللغة وحقائق الثقافة الدينية حقائق غيبية الحقائق الغيبية أوسع من حقائق عالم الشهادة عالم الطبيعة واللغة كينونة من سنخية عالم الطبيعة فستبقى ضيقة مهما حاولنا أن نتوسع فيها وهذا هو الذي أردت أن أبينه لكم من أننا حينما نستعمل نفس الألفاظ في الزيارات حينما نزور الأئمة وحينما نزور أشياءهم حينما نزور العباسة حينما نزور علي بن الحسين حينما نزور أصحاب الحسين وهكذا فهذه المصطلحات وهذه العناوين اللفظية تستعمل بحسب الأفق الذي استعملت فيه فحينما نستعملها في أفق الأئمة المعصومين الأربعة عشر لها دلالتها الخاصة الأخص من الدلالة وحينما نستعملها في أفق الشيعة العظماء من أمثال العقيلة الهاشمية من أمثال أبو الفضل العباس لها دلالتها الخاصة المعنى الخاص وحينما نستعملها في أفق الشيعة العظماء من أمثال العقيلة الهاشمية من أمثال أبو الفضل العباس لها دلالتها الخاصة المعنى الخاص وحينما نستعملها مثلا في أنصار في أنصار الحسين حينما نستعملها في أنصار الحسين قطعا لها دلالة تناسب مقامهم وتلك الدلالة تختلف عن دلالة استعمال تلك العناوين حينما نخاطب العقيلة الهاشمية مثلا إلى أن يصل الأمر إلينا حينما أقول يصل الأمر إلينا الروايات وصفتنا وصفت عامة الشيعة بنفس هذه الأوصاف فحينما يقول أئمتنا من أن شيعتنا منا ونحن منهم هذا الكلام تارة يكون مع العقيلة وتارة يكون مع العباس وتارة يكون مع سلمان المحمدي الفارس وتارة وتارة يكون معنا نحن فحينما يتحدث أئمتنا إمامنا الصادق عن أهل سواد العراق عن أهل الوسط والجنوب في العراق سواد العراق وسطه وجنوبه حينما يتحدث عن هؤلاء يصفهم الإمام بأن شيعة السوادي منا ونحن منهم هؤلاء شيعتنا الذين هم منا ونحن منهم فهل هم منا لعامة الشيعة مثل ما تقال في حق سلمان المحمدي وهل منا حينما تقال في حق سلمان هي كمنا حينما تقال في حق عقيلة بن هاشم قطعا هناك الفوارق الكبيرة والحواجز الهائلة وهذا هو الذي أؤكد عليه دائما في برامج حينما أتحدث في معارف أهل البيت هناك قاعدتان ذهبيتان دائما أشير إليهما قاعدة حفظ المقامات وقاعدة تعدد الحيثيات لا بد أن نراعي خصائص كل مقام بما هو هو وأن نحذر حذرا شديدا أن نخلط بين خصائص المقامات فعينئذ سنقع في خلط وخبط الخلط والخبط هذا سيؤدي بنا إلى الضلال وإلى التي قاعدة حفظ المقامات وقاعدة تعدد الحيثيات فالعباس صديق والصديقية أعلى رتبة من الشهادة والشهادة أعلى رتبة من الصالحية والصلاح ولكن المراتب من حيثية أخرى ستكون في أفق واحد حينما تجتمع هذه المراتب في ذات واحدة فشهادة العباس تكون بمستوى صديقيته وهكذا صلاح العباس سيكون بمستوى شهادته التي هي بمستوى صديقيته الموضوع فيه تفصيل كثير لكنني أحدثكم عنه بالإجمال كي نستفيد من هذه المعلومة في تشخيص منزلة عقيلة بن هاشم صلوات الله عليها هذه رواية مهمة أقرأها عليكم من تفسير إمامنا الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه وهذه الطبعة طبعة ذوي القربى قموا المقدسة الطبعة الأولى صفحة ميتين وستة وثمانين إنه الحديث مية وتسعة وخمسين حديث طويل عن إمامنا الرضا صلوات الله عليه أقرأ جانباً منه ما أحتاجه في هذه الحلقة أن جمعاً من شيعة جاءوا إلى إمامنا الرضا وستأذنوا وقالوا من أننا من شيعة علي الإمام صرفهم وما أذن لهم وما أدخلهم الكلام فيه تفصيل أذهب إلى موطن الحاجة قال لهم الإمام بعد ذلك ويحكم ويحكم الإمام قال هذا رداً على قولهم من أنهم من شيعة علي الكلام هو هو الذي حدثتكم عنه ويحكم إنما شيعته شيعة علي من الحسن والحسين وسلمان وأبو ذر المطبوع وأبي ذر وهو خطأ نحوي واضح وسلمان وأبو ذر والمقداد وعمار ومحمد ابن أبي بكر هؤلاء شيعة علي أنا وأنتم من شيعة علي نعم بالمعنى العام لأننا نحبه نواليه نتبرأ من أعدائه نوالي أولياءه نحن شيعة بالمعنى العام لكن إذا أردنا أن نتحدث عن الشيعة بالمعنى الخاص أو بالمعنى الأخص الحسن والحسين شيعة لعلي بالمعنى الأخص سلمان وأبو ذر والمقداد وعمار ومحمد ابن أبي بكر شيعة بالمعنى الخاص أنا وأنتم شيعة بالمعنى العام فإذا أردنا أن ننظر إلى المقامات ما نحن بشيعة إذا كان النظر إلى مقام التشيع بالمعنى الأخص أو بالمعنى الخاص سنكون محبين لعلي لكن إذا كان النظر إلى الحيثية العامة فنحن شيعة أما إذا كان النظر إلى الحيثية الخاصة فما نحن بشيعة نحن محبو علي إلى هذا أراد إمامنا الرضا أن يلفت أنظاره وأن يلفت أنظارنا أن يلفت أنظار الشيعة جميعا في أيامه وما بعد أيامه صلوات الله علي ويحكم إنما شيعته شيعة الأمير الحسن والحسين فأي شيعة نحن إذا كان الحسن والحسين شيعة لعلي فأي شيعة نحن أنا وأنتم ويحكم ويحكم إنما شيعته الحسن والحسين وسلمان وأبو ذر والمقداد وعمار ومحمد بن أبي بكر الذين لم يخالف شيئا من أوامره قطعا كل بحسبه ولم يرتكب شيئا من فنون زواجره فأما أنتم إذا قلتم إنكم شيعته وأنتم في أكثر أعمالكم له مخالفون مقصرون في كثير من الفرائط ومتهاونون بعظيم حقوق إخوانكم في الله وتتقون حيث لا تجب التقي وهذا هو الذي تفعله أشيعة الآن وتتقون حيث لا تجب التقية وتتركون التقية حيث لا بد من التقية لو قلتم إنكم موالوه ومحبوه والموالون لأوليائه والمعادون لأعدائه لم أنكره من قولكم ولكن هذه مرتبة شريفة ادعيتموها من أنكم شيعة إن لم تصدقوا قولكم بفعلكم هلكتم إلا أن تتدارككم رحمة من ربكم الرواية مستمرة وطويلة لكن ما قرأته عليكم يوضح المطلب بشكل جلي لا بد من حفظ المقامات ولا بد من تشخيص الحيثيات القاعدتان الذهبيتان قاعدة حفظ المقامات وقاعدة تعدد الحيثيات مثال من القرآن أذهب بكم إلى سورة المائدة في الآية الخامسة والسبعين بعد البسملة ما المسيح ابن مريم إلا رسول هذه احفظوها فهو رسول سنحتاج إليها ما المسيح ابن مريم إلا رسول إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة إلى آخر ما جاء في الآية الكريمة فهو رسول وأمه صديقة فمريم ما هي برسول ولا هي بنبي عيسى نبي ورسول قطعا عيسى صديق قطعا عيسى شهيد قطعا عيسى عبد صالح فهو من الصالحين ومن الشهداء ومن الصديقين ومن النبيين ومن المرسلين وأمه صديقة ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كان يأكلان الطعام إلى آخر الآية الكريمة فمريم صديقة بصريح القرآن وحتى في أحاديثنا هذا هو الكافي الجزء الأول من الكافي الشريف من طبعة دار الأسوة طهران إيران الباب الذي عنوانه باب مولد الزهراء فاطمة صفحة خمسمية واثنين وعشرين إنه الحديث الرابع عن المفضل عن المفضل ابن عمر عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه المفضل يسأل الإمام الصادق من غسل فاطمة باعتباري أن المرأة تتولى امرأة أمرها في تجهيزها في تغسيلها إلى الشؤون الأخرى من غسل فاطمة الإمام الصادق قال ذاك أمير المؤمنين هو الذي غسلها المفضل يقول وكأني استعظمت ذلك من قوله فقال كأنك ضقت بما أخبرتك به قال فقلت قد كان ذاك جعلت في ذاك استغرب الأمر فقال له إمامنا الصادق لا تضيق فإنها صديقة فاطمة صديقة ولم يكن يغسلها إلا الصديق أما علمت أن مريم لم يغسلها إلا عيسى لأنها صديقة وعيسى صديق ونبي ومرسل فمريم صديقة بحسب ثقافة الكتاب وحديث العترة الطاهرة زكريا زكريا نبي وهو الذي كف لها كان كفيلا لها بعد إجراء القرعة ومر الكلام علينا كفالة زكريا لمريم كانت كفالة اجتماعية عرفية أخلاقية لرعاية شؤون حياتها اليومية باعتبار هذه الحالة كانت حالة جديدة على معبد بني إسرائيل أن امرأة أن فتاة تأتي وتكون جزءا من طاقم الخدمة في هذا المعبد قضية جديدة لم تطرأ فيما سبق على معبد بني إسرائيل فلابد من كفين لها فكفالة زكريا النبي للصديقة مريم كانت كفالة من هذا النوع الصديقة مريم أعلى شأن من زكريا النبي من القرائن التي تدل على ذلك ما جاء في سورة آل عمران مريم هي العنوان الأبرز في آل عمران وآل عمران التي سميت هذه السورة باسمهم هم عمران النبي والد مريم وحنة أمها أم مريم وهي سيدة آل عمران وولدها عيسى هؤلاء هم آل عمران فقط هم من آل إبراهيم لكن لهذه الأسرة خصوصية لا يحدث عندكم اشتباه فتتصورون أن عمران هذا له علاقة بموسى فموسى هو ابن عمران أيضا ولكن عمران والد موسى ما هو بنبيه ونحن نتحدث عن عمران النبي والد مريم الذي هو متأخر زمانا عن موسى النبي فآل عمران هم هؤلاء عمران النبي والد مريم وحنة أم مريم ومريم وولدها عيسى سيدة آل عمران هي مريم زبدة آل عمران عيسى لماذا هذه الخصوصية القضية تعود بنا إلى الحسين لأن عيسى من جنود الطالب بثأر الحسين الحكاية واضحة رجعنا إلى الحسين كلما ابتعدنا كلما رجعنا الحسين يحاصرنا هذه حقيقة أنا أتحدث عن الذين يعتقدون به عن شيعته لا شأن لي بالآخرين إنه يحاصرنا يحاصرنا في دواخلنا ويحاصرنا من الخارج في الآية الثالثة والثلاثين بعد البسملة من سورة آل عمران إن الله اصطفى آدم ونوحا آدم أبونا الأول ونوح أبونا الثاني وآل إبراهيم آل عمران هم من آل إبراهيم فعمران النبي والد مريان إسرائيلي من ذرية يعقوب ويعقوب ابن إسحاق وإسحاق ابن إبراهيم فآل عمران إبراهيميون من ذرية إبراهيم لماذا خصصوا لماذا خصصت هذه الأسرة عمران النبي ولم يكن مرسلا ولم تكن له رسالة عام خصوصيته سينجب عيسى من خلال مريان وخصوصية عيسى سيكون ممهدا ممهدا سيكون ممهدا هكذا نقرأ في سورة الصف في سورة الصف في الآية السادسة وإذ قال عيسى بن مريان في الآية السادسة بعد البسملة من السورة وإذ قال عيسى بن مريان يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعدي إنه ممهد يمهد للرسالة الأحمدية والرسالة الأحمدية في عصر التنزيل تمهد للمشروع القائمي المهدوي الذي هو بدوره يمهد للرجعة التي غايتها الدولة المحمدية العظمى وعيسى يمهد للرسالة الأحمدية من جهته وهو جندي في جيش القائم للثأر الحسيني هذه حقيقة الحكاية وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد إلى آخر الآية الكريمة ماذا قال لهم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم فعيسى رسول وصديق وشاهد وصالح عبد صالح وجندي من جنود صاحب الأمر قائم آل محمد ممهد للرسالة الأحمدية وطالب بثأر الحسين مع بقية الله الأعظم هذا هو السر في منزل في منزلة آل عمران وهذا هو السر في علو منزلة السيدة مريم فهي صديقة لكنها أعلى شأن من الأنبياء في عصرها فزكريا فزكريا نبي وصديقة مريم أعلى شأن منه ويحيى نبي لكن الصديقة مريم أعلى شأن من يحيى النبي يحيى ولد مؤاساة للحسين أما ابن مريم فجاء ثائرا بثأر الحسين بقية الحديث تأتينا بعد فاصل الأذان والصلاة بحسب توقيت لندن ذروة الأمر وسنامه ومفتاحه وباب الأشياء ورضى الرحمن تبارك وتعالى أطاعة للإمام بعد معرفته عن زرارته عن أبي جعفر باقر العلوم صلى الله عليه قال ذروة الأمر وسنامه ومفتاحه وباب الأشياء ورضى الرحمن تبارك وتعالى أطاعة للإمام بعد معرفته حياكم الله قبل فاصل أذان العشاعين وصلاتهما بحسب توقيت مدينة لندن كنت أحدثكم عن كفالة زكريا النبي للسيدة مريم ومن أنها ومن أنها كفالة رعاية اجتماعية القضية ليست عقائدية وليست دينية في أبعادها العميقة وإلا فإن السيدة مريم أعلى شأن من زكريا النبي وأشرت إلى خصوصية في آل عمران حينما نتحدث عن خصوصية الأسرة في مثل هذه الأسر فإننا لا نتحدث عن رابطة القرابة وإنما نتحدث عن رابطة القرب من الله هناك فارق بين رابطة القرابة البشرية وبين رابطة القرب الإلهي حينما يرث الإمام الكاظم إمامنا الصادقة يرث الإمامة من هذه ما هي بوراثة عشائرية وما هي بوراثة نسبية عرفية هذه وراثة على أساس الصلة الإلهية على أساس القرب الإلهي وإلا فإن الإمامة الصادقة له من الأبناء ليس لهم هذه المنزلة وهناك من خالف الإمامة الصادقة من أبنائه القضية ليست أسرية بالمعنى العرفي وبالمعنى البشر الاعتيادي إنما يكون الأمر في أسرة معينة في مجموعة عائلية معينة بسبب الظروف الموضوعية وبسبب طبيعة الواقع الذي يعيش فيه هؤلاء المقربون والقريبون من الله المسألة ليست رحمية بمعنى الرحم البشري العادي صلة الرحم بالمعنى البشري العادي تبقى بحدود عالم التراب وصلة الرحم بالمعنى الرحم الإلهي التي هي معلقة الرحم معلق بالعرش فصلة الرحم الإلهي صلة ربانية والرحم الإلهي معلق بالعرش هكذا حدثونا وهكذا أخبرونا صلوات الله وسلامه عليهم أعود إلى الآية الثالثة والثلاثين بعد البسملة من سورة آل عمران إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين آل محمد ذكروا في الآية وأسقطوهم الروايات أخبرتنا لا أريد أن أتحدث عن هذا الموضوع الآن فآل عمران ذكروا بعد آل إبراهيم مع أنهم هم من آل إبراهيم لخصوصية فيه ما هي هذه الخصوصية الخصوصية أن عمران النبي بشر بمولود عظيم بمولود ذكر لكن زوجته أنجبت السيدة مريم السيدة مريم كان لها من الشأن ما لها لأنها ستحمل عيسى وعيسى سيكون مبشرا بأحمد بأحمد بالرسالة الأحمدية التي هي تمهيد للمشروع القائمي والمشروع القائمي محركه حسين صلوات الله وسلامه عليه البداية من عاشورا ألا تلاحظون عظمة أسرار عاشورا فآل عمران لهم هذه الخصوصية لارتباطهم بعاشورا لارتباطهم بمشروع إمام زماننا من هنا كان الفارق بين عيسى ويحيا فعيسى بشارته هي البشارة الأصل وكان اليهود ينتظرون المولود الذي بشر به عمران النبي قطعا أتحدث عن اليهود العارفين والمنتظرين لذلك المولود أما يحيا فقد جاءت البشارة به بعد ذلك وبطلب من زكريا أن يرزق بمولود يجري عليه ما يجري أسوة بالحسين هكذا نقرأ في الرواية التي نقلها لنا سعد الأشعري عن إمام زماننا حينما ذهب إلى سامر سعد الأشعري أيام إمامة إمامنا الحسن العسكري وسعد أشعري هذا من كبار مشايخ قم ومن عيون الشيعة في قم كان يحمل أسئلة إماما إمامنا العسكري قال له خذ الأجوبة من الحجة بن الحسن فلما سأل إمام زماننا آنذاك عن تأويل كاف ها يا عين صاد وحدثه بما حدثه إلى أن قال له وأنا أقرأ عليكم من كمال الدين وتمام النعمة لشيخنا الصدوق المتوفى سنة 381 للهجرة وهذه الطبعة طبعة مؤسسة عن نشر الإسلام قم المقدسة صفحة 488 بعد أن علم زكريا بأسرار كاف ها يا عين صاد علم بما يجري على الحسين فكان يقول اللهم ارزقني ولدا تقر به عيني على الكبار واجعله وارثا وصيا واجعل محله مني محل الحسين محل الحسين من رسول الله هذا مراده فإذا رزقتني فافتني بحبه ثم فجعني به كما تفجع محمد حبيبك بولده فيحيى جاءت بشارته متأخرة بعد البشارة بعيسى ويحيى جاء مواساة للحسين بينما عيسى جاء ثائراً من هنا علو منزلة عيسى ومن هنا علو منزلة أمه ولذا في سورة آل عمران في الآية السابعة والثلاثين بعد البسملة وكفلها زكريا زكريا كفلها في أية أجواء في هذه الأجواء فتقبلها ربها بقبول حسن هناك عناية إلهية خاصة بها وليست من زكريا النبي فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسن عناية خاصة صناعة خاصة وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا رزقا لا يشابهه شيء مما هو موجود في زمانه ومكانه فلو كان زكريا في كفالته لمريم كانت الكفالة عقائدية دينية لم استغرب من وجود هذا لأن الكفالة كانت كفالة عرفية اجتماعية لأن زكريا من أقربائها وفي الوقت نفسه القضية كانت نتيجة قرعة كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنا لك هذا هو الذي يرعاها في شؤون حياتها اليومية في طعامها وشرابها وسائر أمورها قال يا مريم أنا لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب هذه الكفالة الإلهية الحقيقية لمريم مر علينا الحديث في معنى الكفالة من أن الكفالة الدينية العقائدية كفالة في أصلها كفالة إلهية قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء غير حساب لما أدرك زكريا الكفالة الإلهية لمريم ورأى ما رأى فماذا صنع هنالك دعا زكريا ربه قال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيا مصدقا بكلمة من الله أن الله يبشرك بيحيا مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين فهو من الصالحين يحيا ومن الشهداء أيضا وهو من الصديقين ومن الأنبياء لكن لم يكن رسولا كعيسى ومن هنا فعيسى أعلى منزلة من يحيا قلت لكم قبل قليل احفظوا ما جاء من ذكر أن عيسى رسول فيحيا نبي وصديق وشهيد وصالح لكن عيسى أعلى منزلة من والبشارة والبشارة بيحيا جاءت بعد البشارة بعيسى البشارة بعيسى كانت زمانا عمران النبي وعمران النبي قد توفي توفي قبل ولادة مريم متى دعا زكريا دعا زكريا بعد أن وجد رزقا قطعا هذا جزء من الموضوع ذكر زكريا كان بالأسماء الخمسة هو نبي من الأنبياء فلما سأل جبرئيل عن الأسماء الخمسة القصة التي حدثنا بها إمام زماننا عبر سعد الأشعري فبين جبرئيل لزكريا ما يجري على الحسين ولما دخل على مريم ووجد عندها رزقا فتوجه إلى الله بهذا الدعاء قال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة هذه الذرية الطيبة التي يجري عليها ما جرى على الحسين مواساتا ماذا نقرأ في سورة مريم بخصوص يحيى النبي في الآية الثانية بعد العاشرة بعد البسملة من سورة مريم قارنوا بينما جاء في سورة مريم بخصوص يحيى وبينما جاء بخصوص عيسى يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبية وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقية وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصية وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا ماذا جاء في عيسى النبي في الآية الثلاثين بعد البسملة من سورة مريم وما بعدها قال إني عبد الله حينما تكلم وهو في المهد قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا الفارق في المنزلة هنا في يحيا جاء السلام عليه من الله وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا السلام من الله عبر الملائكة بينما عيسى سلم على نفسه لأنه هو الذي مثل الله في السلام على نفسه فقال والسلام علي هو الذي سلم على نفسه والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا مثل ما يسلم رسول الله على نفسه في صلاته حينما كان يصلي بالمسلمين فإنه في آخر الصلاة يقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته وحينما يتشهد وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وفي بعض الأحيان يقول وأشهد أني عبد الله ورسوله فهنا عيسى يسلم على نفسه يمثل الله في السلام على نفسه بينما في يحيا فإن السلام جاء بصيغة الغائب وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا مع أن الآيات ابتدأت بلسان الخطاب يا يحيا خذ الكتاب بقوة ثم تحول الكلام إلى الغائب وآتيناه الحكم صبية أنا لا أريد أن أطيل الوقوف عند هذه التلميحات والتلويحات اللغوية والأدبية والبلاغية الكلام يتشعب فيها والمقام ليس منعقدا لتتبعها خلاصة القول فإن عيسى أعلى شأن من يحيا وعيسى رسول ومريم أعلى شأن من زكريا ومن يحيا وما ذكرته من القرائن يشير إلى ذلك وهناك أيضا قرائن أخرى الحديث ليس عن السيدة مريم إنما جئت بالسيدة مريم مثالا لكي أبين لكم من أن الكفالة التي هي منزلة هي الكفالة الإلهية هي الكفالة الدينية العقائدية الكفالة العرفية الاجتماعية لا قيمة لها بالقياس إلى الكفالة العقائدية فالكفالة العرفية الاجتماعية شأن أخلاقي فهذا ما هو بمنزلة للعباس حتى لو ثبت أن كفالة تكفلها العباس تكفل العقيلة برعاية شؤونها وحاجاتها في سفرها مثل ما جاء في النصين الذين قرأتهما عليكم في الحلقة الماضية حتى لو ثبت هذا فإنها كفالة عرفية ليس لها من قيمة بالقياس إلى الكفالة الدينية العقائدية العقيلة أعلى شأن من أب الفضل العباس صلوات الله على العقيلة وصلوات الله على أب الفضل العباس كان الحديث عن السيدة مريم وعن أن شأنها أعلى من شأن زكريا لتقريب الفكرة ليس إلا وإلا فإن الحديث عن السيدة مريم يحتاج إلى تطويل ويحتاج إلى تفصيل الحلقة ليست مخصصة لهذا الموضوع إنما ذكرتها على سبيل المثال نذهب إلى فاصل صيح بالله ويا يصيح يا هل دار الله أكبر إش صار بألي إش خبرين ويا فلك وضعت غيار ويا مصيبة مردت قلبي وأثرت حسرات أكثر بالدميع خطت لي صوار وتصوريت كل ما سدار وشاهديت محنية الظهار وبمصايبها التعثار والهضم هالدهار شي طح بدية غير أنا أخوات قرائب هوليها والهضم هالدهار شي طح بأديها غير أنا أخوات قرائب هوليها يالعلي والله تجي لها شنية واكفات التال ع العقيل هالده هي العلي والله تجي لها وكفت التال ع العقيل تصيح وين إخوتي وما يجاوب ها يدار أنه يبعث بوه ها يدار أنه ويبعث منحو موجز وسريع في زيارته المعروفة التي يزار بها قمر بني هاشم هكذا نسلم عليه السلام عليك أيها العبد الصالح المطيع لله ولرسوله ولأمير المؤمنين إلى آخر الزيارة السلام عليك أيها العبد الصالح فنحن حينما نسلم في تسليم الصلاة على عباد الله الصالحين في رأس القائمة أبو الفضل صلوات الله عليه فعلى أي عباد صالحين نحن نسلم عليهم في صلاتنا السلام عليك أيها العبد الصالح المطيع لله ولرسوله ولأمير المؤمنين هذا في الزيارة المطلقة المعروفة التي يزار بها العباس صلوات الله عليه في زيارة الحسين في العيدين أنا أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان في زيارة الحسين في العيدين والمراد من العيدين عيد الفطر وعيد الأضحى حينما نزور العباس في مشهده الشريف هكذا نسلم عليه السلام عليك أيها العبد الصالح والصديق المواسي فالعباس صديق والعباس شهيد شهيد على الخلائق هو شهيد في المعركة لكنني حين أقول شهيد الحديث عن الشهادة على الخلق التي هي أعلى منزلة من الشهادة في المعركة فالعباس صديق والعباس شهيد والعباس عبد صالح والعباس وجه الحسيني والعباس كفيل بالتفرع كفيل للشيعة العباس كفيل للحسينيين وليس كفيلا للعقيلة زينب العباس كفيل للشيعة لأنه وجه الحسين صلوات الله وسلامه عليه ومر هذا الكلام علينا في ما تقدم من الحلقات الماضية العباس صلوات الله عليه يحدثنا إمامنا السجاد عن منزلته الرواية في كتاب الخصال للصدوق الطبعة طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قموا المقدسة في الصفحة الثالثة والتسعين الرواية الأولى بعد المئة عن إمامنا السجاد أقرأ منها ما يرتبط بحديثي وإن للعباس عند الله تبارك وتعالى لمنزلة السجاد هو الذي يقول وإن للعباس عند الله تبارك وتعالى لمنزلة يغبطه بها جميع الشهداء يوم القيامة المراد من الشهداء هنا قطعا بالدرجة الأولى الذين قتلوا في المعارك الذين قتلوا في سبيل الله بقرينة أن الرواية تحدثت عن الطيار جعفر ومن أنه قطعت يداه في القتال قطعا حمزة سيكون داخلا في هذا العنوان لأنه قتل في المعركة والطيار جعفر كذلك فحمزة والطيار جعفر من الذين يغبطون العباس على منزلته العباس شهيد في المعركة والعباس شهيد على الخلق وكذاك الحمزة وجعفر لكن الرواية بالدرجة الأولى في وجهها الأول أنا لا أريد أن أنكر الوجه الثاني للرواية من أن الشهداء هم الذين يشهدون على الخلائق لكن الكلام سيكون حينئذ في مقام في مقام معين لأن محمدا وأهل محمد هم الشهداء على جميع الخلائق بحسب منزلتهم لهذا السبب حدثتكم عن الدلالة الأخاص والدلالة الخاصة والدلالة العامة لهذه المصطلحات لكن الوجه الأول في هذه الرواية عن الشهداء الذين قتلوا في الحروب قتلوا في سبيل الله ولذا جاء ذكر الطيار جعفر صلوات الله عليه ومن أنه قد قطعت يداه وإن للعباس عند الله تبارك وتعالى لمنزلة يغبطه بها جميع الشهداء يوم القيامة هيته منزلة لأب الفضل العباس العقيلة زينب من الشهداء ولكن ليس من الشهداء في المعركة من الشهداء على الخلق من هنا قلت لكم من أننا يجب علينا إذا أردنا أن نتعامل مع هذه النصوص أن نعمل بالقاعدتين بقاعدة حفظ المقامات وبقاعدة تعدد الحيثيات هكذا تفهم الروايات وهذا هو المراد من فهم معاريض كلامهم وهذا هو المراد من إدراك لحن قولهم وماذا يريدون صلوات الله وسلامه عليهم أجمعي أعتقد أن الصورة باتت تتجلى شيئا فشيئا بنحو أوضح وبصورة أجلى نذهب إلى فاصل يا أبيعي تنشون علي أجل لب الخار أظم ألا بلحي يا أبيعي تنشون علي أجل لب الخار أظم يا أبيعي يا أبيعي يا أهل ضخ بل �� ي ي ي ن لا ي ي ي ي ي مالله يا اندى بنشدي تصدني وجاوبيني لياش غيرني زماني ولياش كوني تضيعيني راح يوم الكنت زينب ليه وانتلت خدميني وراح الغلال البيعشيت وانصبيت بالطف وانصبيت الشنتي هندى والشنيت واصبحت ما تعرفيني هم يخطرب بالك يا هني عيدشان زينب تنشبي وتوقف بديوان هم يخطرب بالك يا هني عيدشان زينب تنشبي وتوقف بديوان هم يخطرب بالك يا هني عيدشان زينب تنشبي وتوقف بديوان هم يخطرب بالك يا هني عيدشان زينب تنشبي وتوقف بديوان هم يخطرب بالك يا هني عيدشان زينب تنشبي وتوقف بديوان عقيلة العقائل امامنا السجاد يخاطبها وانت بحمد الله عالمة غير معلمة فهمة غير مفهمة هذه هي زينب أقرأ عليكم من الجزء الثاني من احتجاج الطبرسي وهذه الطبعة طبعة مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان من الطبعة ذات المجلد الواحد الذي يشتمل على الجزعين في الجزء الثاني صفحة ثلاثمية وخمسة امامنا السجاد صلوات الله عليه يقول لعمته وأنت بحمد الله عالمة غير معلمة فهمة غير مفهمة هذه كينونة مختلفة عن الآخرين عن الآخرين إنني أتحدث عن الشيعة الآخرين من أصحاب المنازل العالية العباس صلوات الله وسلامه عليه كما يقول إمامنا الصادق كان عمنا العباس ابن علي نافذ البصيرة كان عمنا العباس ابن علي نافذ البصيرة صلب الإيمان هذا المضمون جزء مما نقرأه في زيارته التي وردت عن إمامنا الصادق أيضا هكذا نخاطبه في أول زيارته الشريفة أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان يابن أمير المؤمنين نخاطب العباسة يابن أمير المؤمنين أشهد لك بالتسليم والتصديق والوفاء والنصيحة لمن للحسين لخلف النبي صلى الله عليه وآله المرسل والسبط المنتج والدليل العالم والوصي المبلغ الإمام الصادق يتحدث عن عمه العباس كي يرسم لنا علاقته بالحسين قطعا هذه المعاني في أرقى ما تكون أشهد لك بالتسليم أرقى معنى للتسليم الذي يتناسب مع كينونة العباس لا معي ولا معكم يابن أمير المؤمنين حين يقول له يابن أمير المؤمنين هو لا يتحدث عن النسب العائلي نحن في أجواء الغيب والعقيدة الإيمانية الكاملة نحن هنا في أجواء محمد وآل محمد فحينما يخاطبه يابن أمير المؤمنين ليس الحديث عن الجهة النسبية العشائرية ليس الحديث عن الجهة الرحمية البشرية إنها العلاقة الحقيقية الربانية سأحدثكم عن معنى العلاقة الأسرية بحسب المنطق النوري لا بحسب المنطق الترابي إذا وجدت فرصة سأحدثكم عن ذلك في حلقة يوم غد ستجدون أن العلاقة الأسرية بحسب المنطق النوري تختلف اختلافا كبيرا عن العلاقة الأسرية بحسب المنطق الترابي المنطق الترابي يدرس العلاقة البشرية العادية التي هي فيما بيني وبين أسرتي أما المنطق النوري فإنه يدرس العلاقة الربانية التي هي فيما بين أمير المؤمنين وبين العباس فحينما يخاطبه الإمام الصادق يبنى أمير المؤمنين هذه منزلة ليست من جهة النسب العشائري أو العلاقة الأسرية العادية هذا رباط إلهي بين علي وبين العباس يبنى أمير المؤمنين أشهد لك بالتسليم والتصديق والوفاء والنصيحة لمن؟ للحسين هذه العناوين وهذه المضامين في أعلى مراتبها تخبرنا عن المنزلة العلمية العالية لأب الفضل العباس فهذه العناوين لا تكون إلا انعكاسا عن علم عظيم وعن معرفة لا حدود لها يبنى أمير المؤمنين أشهد لك بالتسليم والتصديق والوفاء والنصيحة للحسين صلوات الله عليه من هنا يقول إمامنا الصادق في بيان جهة من جهات هذا المضمون كان عمنا العباس بن علي نافذ البصيرة نفاذ البصيرة إنما هو أثر من آثار هذه العناوين وهذه العناوين هي انعكاس هي آثار لعلم عظيم ولمعرفة لا حدود لها وهذا المضمون يتجلى بنحو أوضح في عقيلة بن هاشر وأنت بحمد الله عالمة غير معلمة فهمة غير مفهمة فعلمها من دون تعليم وفهمها من دون تفهيم هذا الأمر يرتبط بمستوى الفطم الذي هي عليه لأن فاطمة فطمت ذريتها وشعتها من النار العباس ما هو من ذريتها من ذرية فاطمة العباس من شيعتها العباس من أبنائها لأنها أم المؤمنين لكن العباس ليس من ذرية فاطمة ذرية فاطمة لها خصوصية لا أتحدث عن ذرية بشرية عادية لهذا نحن نحتاج إلى معرفة معنى الأسرة بحسب المنطق النوري وهذا ما سأبينه لكم في حلقة يوم غد إن وجدت وقتا أو بعدها فاطمة حين فطمت ذريتها مستوى الفطم يختلف عن مستوى الفطم لشيعتها هذا سأعود إليه لكنني كنت مضطراً أن أشير إليه الآن وأنت بحمد الله عالمة غير معلمة وفهمة غير مفهمة من دون تعليم من دون تفهيم السبب والسر في مستوى الفطم مستوى الفطم عند العباس قطعاً دون مستوى الفطم عند العقيلة المراد من الفطم الانتماء إلى فاطمة لا أتحدث عن الانتماء العادي النسهبي العشائري الأسري بالمعنى العرفي أتحدث عن الانتماء الحقيقي ففاطمة هي التي فطمت ذريتها وفطمت شعتها فطمتهم من النار وعن النار وهذه منازل الفطم من النار منزلة والفطم عن النار منزلة أخرى هذه منازل هذه مراتب مراتب ذريتها ومراتب شعتها العقيلة من ذرية فاطمة في المستوى الأول في المستوى الأول قطعاً دون الحسن والحسين فذرية فاطمة في المستوى الأول على مراتب الحسن والحسين يختلفان عن العقيلة صلوات الله عليها الحسن والحسين من الأئمة المعصومين الأربعة عشر العقيلة من شعتهم لكنها من ذرية فاطمة مستوى الفطم عندها أعلى من مستوى الفطم عند العباس من هنا كانت عالمة عالمة غير معلمة من دون تعليم وفهمة غير مفهمة وهذه عصمتها هذه عصمتها سيأتي الحديث عن عصمتها الحديث هنا عن علمها إجمالاً فهي عالمة غير معلمة وفهمة غير مفهمة هذه المنزلة الأنبياء ما أدركوها الأنبياء ما أدركوها هكذا نقرأ في سورة الأنبياء في الآية التاسعة والسبعين بعد البسملة في الآية التي قبلها وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين حكاية حدثت في زمان داود وسليمان لا وقت عندي كي أحدثكم عنها وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث الحرث حقول الزراعة إذ نفشت فيه غنم القوم نفشت فيه هجمت عليه ليلة وأكلت وأكلت ما أكلت وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان فسليمان كان بحاجة إلى تفهيم ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلم ففهمناها سليمان فسليمان نبي سليمان عبد صالح شهيد صديق نبي لكنه لم يكن مرسلا كان نبيا فكان محتاجا إلى تفهيم ففهمناها وهذا المضمون هو الذي يأتي في وصف فقهاء الشيعة بحسب موازين الأترة الإمام الصادق يقول فإنا لا نعد الفقيه منهم من فقهاء الشيعة من رواة الحديث من رواة الحديث وليس من مراجع حوزة الطوسي الذين لا يفقهون شيئا من الحديث من رواة الحديث فإنا لا نعد الفقيه منهم فقيها حتى يكون محدثا فعينما سألوه يا ابن رسول الله أو يكون المؤمن من شيعتكم محدثا قال يكون مفهما عملية تفهيم من الخارج هناك جهة خارجة عن تفهمه الذي يفهمه إمام زمانه في كل زمان فقال يكون المؤمن مفهما والمفهما والمفهم محدث عملية تفهيم العقيلة في غنى عن هذا وهذا يثبت حجيتها فهي حجة علينا هذا يثبت حجيتها قطعا حجيتها تتفرع عن حجية أمها عن حجية محمد وآل محمد وأنت هكذا يقول السجاد لها وأنت بحمد الله عالمة غير معلمة من دون تعليم فهمة غير مفهمة الأنبياء بحاجة إلى تعليم بحاجة إلى تفهيم الآية واضحة ففهمناها سليم تفهيم وكلا آتينا حكما وعلما تعليم على نفس المستوى هناك تفهيم وهناك تعليم ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما قطعا الأنبياء من شيعة محمد وآل محمد لهم منازلهم العالية بحسبهم لهم كمالاتهم بحسبهم لهم خصائصهم الخاصة ولهم أسرارهم بحسبهم إنما جئت بالآية هذه مثالا كي تفرق بين الذي يفهم وبين الذي لا يفهم الأخيرة لا تفهم وأنت بحمد الله عالمة غير معلمة فهمة غير مفهمة وهنا ففهمناها سليما أعتقد أن صورة باتت واضحة إلى حد ما هناك الكثير من المطالب التي أنا بحاجة إلى حشدها بين أيديكم كي نصل إلى النتيجة النهائية لكنني لا أعتقد أن الوقت سيكفيني في هذه الحلقة نذهب إلى فاصل وبعد الفاصل أعود إليكم عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه من أراد الله به الخير قذف في قلبه حب الحسين وحب زيارته ومن أراد الله به السوء قذف في قلبه بغض الحسين وبغض زيارته وعن فائد الحناق قال قلت لأب الحسن إمامنا الكاظم صلوات الله عليه إنهم يأتون قبر الحسين بالنوائح والطعام قال قد سمعت قال فقال يا فائد من أتى قبر الحسين بن علي عارفا بحقه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخى وعن وعن محمد ابن أبي جرير القمي قال سمعت أبا الحسن الرضا صلوات الله عليه يقول لأبي من زار الحسين بن علي عارفا بحقه كان من محدثي الله فوق عرشه ثم قرأ إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدل فسليمان النبي بحاجة إلى تفهيم ففهمناها عملية تفهيم وسليمان النبي هو الذي وصيه آصف آصف ابن برخية الذي جاء بعرش بلقيس من اليمن إلى فلسطين إلى الشام في سورة النمل في الآية الأربعين بعد البسملة من السورة قال الذي عنده علم من الكتاب وبحسب تأويلهم لقرآنهم فإن آصف كان عنده حرف واحد من حروف علم الكتاب من حروف علم الإسم الأعظم كان عنده حرف واحد وبهذا العلم جاء بالعرش من اليمن إلى بلاد الشام إلى حيث كان سليمان قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك قبل أن يرتد إليك طرفك في الآن نفسه في اللحظة نفسها فجاء به حكاية آصف وحكاية عرش بلقيس لا أريد أن أقف عندها طويلا إنما جئت بحكاية آصف كي نعرف عظمة العلوم التي عند الأنبياء فآصف دون سليمان والذي عند آصف حرف واحد وسليمان بحاجة إلى تفهيم عقيلة بني هاشم مثل ما قال لها السجاد وأنت بحمد الله عالمة غير معلمة وفهمة غير مفهمة من هنا من هنا فإنني أفهم ما نقل عنها لا أريد أن أفرض هذا الفهم عليكم إنما أنقله لكم إنني أقرأ عليكم من الجزء الخامس والأربعين من بحار الأنوار للمجلس وطبعة طبعة داري إحياء التراث العربي بيروت لبنان صفحة مية وثمانية المجلس ينقل عن ابن طاوس عن السيد ابن طاوس في كتابه اللهوف سأذهب إلى موطن الحاجة الوقت يجري سريعا والمطالب متشعبة لما دخلت قافلة السبايا إلى الكوفة وخرج الكوفيون وازدحموا حولها الأسرى على النياق والبعض منهم قد ربطوا بالحبال خصوصا الأطفال الصغار الذين لا يحسنون الركوب على النياق العقيلة صلوات الله عليها في وسط الكوفيين في وسط الكوفة هكذا جاء في الخبر وقد أومأت إلى الناس الكوفيون ازدحموا فيهم الشامت فيهم العدو لكن أكثر الناس كانت تبكي كان البكاء في كل مكان فجعل أهل الكوفة ينوحون ويبكون فقال علي بن الحسين أتنوحون وتبكون من أجلنا فمن قتلنا فمن قتلنا العقيلة كما يروي بشير ابن خزيم الأسد يقول وقد أومأت إلى الناس أشارت إليهم أومأت أومأت إلى الناس أشارت إليهم بيدها وقد أومأت إلى الناس أنسكتوا إنها تريد أن تتكلم هكذا يصف الصورة بشير ابن خزيم الأسد وقد أومأت إلى الناس أنسكتوا فما الذي حدث فارتدت الأنفاس وسكنت الأجراس فارتدت الأنفاس يعني أن الذين كانوا ينوحون ويبكون صمت انقطعت أصواتهم وسكنت الأجراس الأجراس تكون جمعا في لغة العربي لكلمة جرس وتكون جمعا لكلمة جرس وفارق بين المعنيين وإن كنت أرجح أن الجمع لجرس وليس لجرس سأبين لكم مقصدي الأجراس إذا كانت جمعا لجرس فإن الجرس هو الصوت صوتي جرسي فإذا كان المراد من الأجراس جمعا لجرس يعني الأصوات يعني أصوات البشر وأصوات وأصوات الحيوانات الجرس هو الصوت قد يكون من البشر قد يكون من الحيوانات وقد يكون من أي شيء أصوات نحن هنا نتحدث عن البشر وإذا كانت الأجراس جمعا لجرس الجرس هو الجلجل الذي يوضع في أعناق الحيوانات خصوصا في أعناق الإبل فالعرب كانوا يضعون الجلاجل وهي الأجراس لذا يقال فضيحة بجلاجل الفضيحة بجلاجل كدخول القوافل والجلاجل الأجراس في أعناق النياق والأباعر معلقة وهي أجراس كبيرة خوفا من ضرر يصيب الناس بسبب الأباعر فهي حيوانات كبيرة وليس من السهولة أن يسيطر عليها لذا توضع الأجراس الكبيرة في أعناق الإبل والنياق فحينما تتحرك تصدر صوتا للتحذير مثل صوت البوق في السيارات مثلا أو في القطارات أو في البواخر والسفون صوت البوق الذي ينبه أن سيارة هنا أن قطارا سيمر من هنا وهكذا فكانت توضع الجلاجل وهي الأجراس الجلاجل مفردها الجلجل الذي أعتقده بحسب فهمي للصورة العامة للحدث فالعقيلة على الناقة الأسرى على النياق ما أنزلوهم إلى الأرض على النياق وحتى لو أنزلوهم إلى الأرض فإن النياق بقيت موجودة في المشهد والجلاجل في أعناقها لا بد أن يعلق الجلاجل في أعناقها عندهم أسرى وجلاجل الإبل تتحرك بسهولة لو مر الهواء عليها يحركها فما بالكم والأجواء مضطرمة مضطربة فإن الأصوات ستكون كثيرة العقيلة حينما أومأت بيدها الناس سكتوا هل الناس مطيعون للعقيلة إلى هذا الحاد جلاجل الحيوانات كيف سكنت كيف هدأت هذه الأجراس هناك حيوانات وعندها أجراس كيف سكنت هذه ولاية هذه الإماءة فرع من ولايتها وولايتها فرع من علمها فهذا العلم الذي يتحدث عنه السجاد هو علم من آثاره ولاية على الأشياء إذا كان آصف عنده حرف واحد وعلمه دون علم سليمان فهو وصي سليمان وسليمان بحاجة إلى تفهيم في مسألة شرعية ترتبط بأن أغناما هجمت على حقل لبعضهم في الليل فعاثت فيه فسادا نفشت يعني أنها رعت ليلا دخلت إلى الحقول ليلا فكان سليمان النبي بعاجة إلى تفهيم ففهمناها سليمان والعقيلة بشهادة إمام زمانها من أنها عالمة غير معلمة وفهمة غير مفهمة فعلمها علم ولاية من آثاره الولاية على الأشياء وقد أومأت إلى الناس أنسكتوا فارتدت الأنفاص هل يعقل أن الناس بأجمعهم أطاعوها وهم في حالة بكاء حتى الذي يريد إطاعتها إذا كان قد سيطر عليه البكاء الشديد لا يكون بهذه الحالة أن يرتد نفسه فارتدت الأنفاص وسكنت الأجراس حتى الأجراس التي في أعناق الحيوانات هدأت لماذا؟ لأن المسؤولة الأولى في الإعلام الحسيني تريد أن تصدر بيانها هذا هو سبب وقد أومأت إلى الناس أنسكتوا فارتدت الأنفاص وسكنت الأجراس أنا أقول هذه الأجراس أجراس الحيوانات الأنفاص تشير إلى الناس أما الأجراس فإنها تشير إلى الحيوانات ربما تتفقون معي وربما تختلفون معي لا أدري هذا أمر راجع إليكم لكنني حين أدقق النظر في هذا المشهد أين جلاجل النياق والإبل وهي تتحرك بسهولة لو مر عليها الهواء الخفيف فإن الجلاجل ستصدر أصواتها فما بالكم والمشهد مشهد رهيب هذه الرؤوس رؤوس القتلى في الطفوف وهذا علي بن الحسين وهذه عائلة أمير المؤمنين التي كانت في أيام مضت هنا في الكوفة ههم سبايا جيئ بهم من أرض الطفوف بعد أن قتل الحسين المشهد مشهد عجيب حتى لو كانت الحيوانات هادئة صراخ الناس عويل الناس بكاء الناس سيجعل الحيوانات مضطربة وحينئذ ستتحرك الأجراس والجلاجل ولذا فإن المتحدث هنا يتحدث عن أجراس الحيوانات فإذا كان الناس أطاعوها برغبتهم الحيوانات لماذا سكنت أجراسها هل هي الأخرى كالبشر لابد من ولاية هنا لابد من تصرف خاص هنا وقد أومأت إلى الناس أن يسكتوا فارتدت الأنفاس وسكنت الأجراس إنها العالمة غير المعلمة والفهمة غير المفهمة عقيلة بني هاشم صلوات الله وسلامه عليها وقت وقت الحلقة صار طويلا ولا زهل الحديث طويلا أيضا نلتقي غدا إن شاء الله تعالى سألكم الدعاء جميعا في عمال الله انيا انيا يعني يصيحون خدام ونجاوب نعم يصيحون نتباها له صحة وخدم يصيحون خدام وينجاوب نعم يصيحون نتباهل وصاحة وخدم صحون